موسيقى هاي نيكولا في أهلا وسهلا فيكم بضيعة نار بلدة حمات موسيقى تونال المقطع فيه ما بنعرف رؤل حمات موسيقى الأعلى تلمسايلحة ما بنعرف أنه بقلب حمات وفوق على التلة في أرض كتير واسعة فيها زيتون أكثر من 10 كم مربع ومنطقة كتير مهمة مشوار حمات بيبلش يلّا لاتس جو موسيقى 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 صبون بلدة صبون بلدة صبون بلدة موسيقى من زيت زيتون ماي وقطرون ينقعه عبر نهار ينتركه وفي أخرى نهار يتشعل نار تحتهم وشوية شوية بسيرين يزيد عليهم قطرون وشوية شوية ماي لحديث ينغلوا مصبوط ويبدشوا يجمدوا شوية شوية بلدة شتين بعد بدنا تقريباً نشين الساعة يتجمدوا ينحطوا على الخشب اللي ورا ويتقصصوا شقف يتلعنا صبون بلدة موسيقى من هونيك لهون الصبون بلدي تير مشهور اللي هو معمول بالضيعة كتير منيح للإيدان كتير منيح ريحته كتير حلوة من زيت زيتون طبيعي لبناني 100% ومن هون رح روح على المعصرة لتنشوف زيت الزيتون كيف يعمل كيف يكون عرفنا كل شيء من الزيتات على الصبونات أول شاء أول ما تصلوا على المعصرة الريحة هون بتاخد العهد المعصرة على الطريقة العديمة يوصل السيتون في مكانة بتطلعوا على فوق وبتشير عنه كل شيء ورا بيفوت على هيدا شرل كتير كبير حجرتين متل الطريقة الكتير عديمة بيمعص كله سوا وبيفوت هون بيصير معجونة هيدا المعجونة بتجع تنحط بزبادكم مثل الشبك بينحطهم شوية 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 فور شافة بيرتعون من كبس كلهم نصور بهيدا المرحلة بيكون فيه شوية زيت شوية ماي أثنينة بينشيرو هناك بيرقد الزيت فوق الماء تحت ثلاثة أيام برجع بنسير عنه الزيت وبتعبب القنانينة والصريقة الأديمة الأديمة كلها على البارد كلها على المساقة ومكما كم يعملوا يسلوتها الكورة بموسم الزيتون أكيد المعصرة أكيد الصابونات ترويئة ونكفي البرمج ترويئة ونكفي البرمج ترويئة فرم دومي لنا 22 سنة أكثر شيء مشهورة بالفيزا أكثر شيء مشهورة مشهورة مش بالغلط كل هاي بـ 12 ألف ليرة بس جبنة سوس تمات غنية كتير 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 موسيقى في العالم يأكلوا قملات بالصحن في لبنان يأكل قملات بالعجينة على الخبزة بالمنقوشة وقطيب وقطيب بيد ولبنة مع زيت زيتون من الضيعة شغلة كتير كتير موسيقى موسيقى هذا الشيء يحط ضحكة على الوجه تخيلوا سكر ينقط هذا ليس ماء سكر كرامال مع رشة سكر من فوق قرشة لذيذة كتير سمسم حمص عجينة كتير كتير طرية كانكم تكلوا جاتو موسيقى موسيقى شكرا شكرا انا قلت بتعلم سوق بنزل فيه ع بيروت بس مشرب قهوة كابسة ثلاثة أربعة خمسة سبعة كنت عم فكروا عشيب الزيتونة بس هكتركها لأربابة انا رأشرب قهوة عرواء ونقفر مشوار أهلا بشابين سمعنا ببرنامج مشوار وهلأ بحومات عنا الضيعة بترحب بالغار وعصفور الشادي غنى يا أهلا وسهلا فيكم برنامج بكفي وأنتون رحيل بكفي ضروري وواج بكفي لأنه بيحكي عنا قمت بكفي أبو أدير عبيل الصمام أنا اسمي الأولى أبي حنى وعندي هوية بجمع كل شيء قديم هاو دي بوريد يعني شغالين شوي هاو دي قديمين كتير عايام ممكن مئة مئة وخفصين متان سنة كله هيدا كل المجموعة قديمة كتير باي باي شغالك ترجعوا مرتينة ونشوفكم خالي شغالك ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 من حد التيونال البحري صفاينا على باب التيونال طلعنا بهكي زروبة صغيرة تمشاينا على البحر ومنظر بياخد العقل ماء زرق 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 عم جاري بإلحق بس بعيوني وين كين يقطع الترين من زمان ما عم بلايه رح نتفل قدام عم نمشي حد التيونال من جوه على الصخرة من بره وقدامنا بيانت شفكة وأنفي بالاخر هيتا نشوف بسكة الترين وين طريق اثنين وهي الرابعة ثلاثة جوه وهي الرابعة صغير كتير دغري على الصخور دغري دغري على الصخور في تحتش خمسين متر وشقف حديد ما بعرف لشو كان استعمالون بس من هون المنظر روعة الماء تحت زرق 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 يعني ماكسيموم في يقطع الترين من هون من محطة بيروت يفوت بقلب الجبل ما تخلوه من هون مقدان بس في كتير شوك ما رح لننفوت عليهم يفوت تحت الجبل بتينال أطول بكتير من تينال السيارات وبيطلع بقلب الهرة وان شاء الله ترجع هالأيام ويرجع على ترينيت ونرشع نعيش ايام العزة في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه زرقة، خضار، وهو نائم شو حالة حمات من أحلى ضياء تشوفها على أرض لبنان وأكتر من هايك حمات تاني أكبر منطقة بالبترون عقارية طيارنا درون قبل شوية شفنا حمات من فوق في عنا مناظر كتير حلوي خضار كتير أكتر من خمس سبعة آلاف شجرة زيتون أكتر نحن مشهورين بالزيتون يعني زيتنا والزيتوننا وخصوصا بالأيام المعصرة موجودة أطيب زيت عنا بحمات كانت اكتر مكسيما جزيلا جميل تحرق شعورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأمي غير شكل غدا بحميت ونكفل برمي بالأوتال هنا وشكل جميل جدا أكيد كسف عرق تشيرز ووووووووووووه قلعة المسائل حاف سد ما بعرفشو اسمه قريبا رح يصير كله ماي والأوتوستراد الساحة اللي بيوصله البترون بـ تونال حماد سنسميه تونال حماد نحكي بنادي حماد وصلنا على النادي تخبرني اكتر ملعب كبير خشب مرتب صح هيدا من اكبر الملاعب بالمنطقة وهيدا النادي من وقتا ما تأسس نقف تساميه في ستين هو بتطور مستمر ان كان من خلال البناء او بالنشاطات الرياضية والاجتماعية اللي بيقوم فيها واتنا عم تشوف في شباب وكل الصبايا البلدة بيشاركوا بالبطولات المحلية من خلال الفرق ونحن نستغل اهم البطولات المحلية على العالم موسيقى يلو قصاني رابس تيشن ماذا بتعامل قصاني رابس تيشن اعمل كل شي بالرابس منيو شوية غريب في شية لبناني في شية شوية غريبة الجنبي صاني شسين ونصف فتحتوني وماشي حاقتك كيف أحضر سواء؟ برغر جريت يالو لات برغر برغر المشاهد أحبطي بيشتغل أحبطي الراب الدرئيق أحبطي من داخل جووسي واخترعنا اليوم صواء برغر اطلقوا هنا لديه ساعة ولم يجب أن يكون الصوص مضبوطة الجوزي نصبع البنادورية الخاسة الجبن الملزق أو أينما كان الصوص اللذيذة وعنده بيكون كأنه سفرت عاميركا ورجعت لبنان أحلى بلد بالعالم وكل يوم بيقطع باكتشفش جديد اتصردت بلبنان كتير حلوين وقربتنا من بعض ما بس حطت شوية ضيع على هامش وبيناتهم حمات ضيعة ولا أروع من هيك خضارة، كنيسة، بيوتها القديمة، سياحية، مطارة وأكتر بكتير من هيك أكلت أكل طيط، تعرفت على شعب ولا ألازم من هيك وما بدا شي بتفوتوا بالتونيل وتطلعوا فوق الجبل وتطلعوا على أكتر من عشرة كيلومتر مربعين من الخضار، من الزيتون، ومن كل أشجار الفاكه حلقة كتير حلوة بتخلص هلأ ونلتقى مرة الجهة بأحلى بلد بالعالم مشوار ما رح يوقف قبل ما يفرجي كل الدنيا الـ 1500 ضيعة عن نياهون ويفرجيهم ويبرهن لهم أنه من لبنان أحلى بلد ترجمة نانسي قنقر